موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم محقق بالخير أحلامكم دمتم جميعا بخير أهلا بكم في برنامج أحلامنا الجديدة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 وإيه الفرق بين الأحلام والأبراج وعن أهمية الأحلام في حياة الإنسان ناس كتير بتؤمن بالأحلام يعني بشدة وناس أخرى معارضة للفكرة ومعتبرها أن دي بعض أوهام أو تخرصات أو يعني اختراعات لكن الحقيقة مش كده خالص أولا أحنا لازم نفرق بين فكرة تفسير الأحلام والأبراج ده ملوش دعوة بده خالص ده ليه تاريخ كبير جدا وكل الكتب السماوية معترفة به وده يعني مجال شخصي زي ما بيقوله احنا مش هنقول غلط ولا صح ولكن هو مجال شخصي تاريخه تقريبا مش موجود غير في العصور الحديثة الرؤية يعني الإنسان دايما بيبعث رسالات للسماء حسب ديانته يعني المسلم بيخاطب رب الإسلام والمسيح بيخاطب رب المسيحية واليهودي بيخاطب رب اليهودية حتى اللهم عندهم أديان مختلفة غير الأديان التلاتة هو بيخاطب إلهه دايما الرؤية بتيجي للإنسان بتحاول أنها تجيب على أسئلته وخواطره الداخلية اللي ما بيقدرش يستشير فيها حد آخر فإذن الرؤية هنا بتشتغل شغلة الوزير أو الاستشاري الخاص الصادق معاك دايما لأن الرؤية الصحيحة هي رؤية صادقة مئة بالمئة أصدق حتى من قراراتك أنت تأتي على صور كتير مرة تنزرك مرة شايفك تعبان فبتبشرك مرة شايفك محتار فأمر فبتخيرك ما بين الأمرين ويمكن توريك صورة ونهاية الأمر اللي انت أين به لو فعلته هيحصل كده الأحلام دايما في التاريخ حتى يهتم بها العظماء وهي خلاف الأبراج يعني حتى فرعون اللي كان يدعي الألوهية في عصر من العصور كان يؤمن بالأحلام وكان يسأل الكهنة لما يشوف رؤية يقولهم أنا شفت كذا فيقولوله يشيروا عليه بتفسيرها يعني حتى عوز أقول لكم مش في الديانات الإسلامية فقط أو مش في الديانات السماوية فقط ولكن في كل الأديان وكل المبادئ وكل الأشخاص يعني 90% من الناس المهمة دايما تؤمن بالأحلام ما احنا قلنا قبل كده يعني هو شاف برضو أن هيخرج فتى من بني إسرائيل وانت عارفين القصة وملك سيدنا يوسف عليه السلام أيضا لما شاف سبع سمبلات خضر وسبع يابسات وبعد جده شاف السبع بقرات السمان ولجاة في القصة كلنا عارفينها لو بصينا لأن نلاقي أن الرؤية هنا صورت للملك 14 سنة من الحكم 14 سنة قالت له هيحصل سبع سنين خير وحصل سبع سنين عجاف علشان يقدر أن هو يتخذ قرارات سليمة إذن فالرؤية قادت في العصور الأولى قادت مجتمعات بحالها وأخرجتهم من حلقات الديق إلى حلقات الفرج فلذلك الناس اللي هم بعض الناس يمكن اللي دخلوا في مجال تفسير الأحلام ودخلوا شوية في الاستشياخ ودخلوا شوية في التنبؤات وكلنا بنوع في هذه الأخطاء هم ربما اللي أسألوا لهذا المجال لكن الأحلام بريئة مننا مش هنقول منهم فأخرج نفسي من الموضوع الأحلام بريئة من أخطاءنا إحنا كمفسرين لكن الحلم هو واقع وحقيقة وإيمان ولابد الإيمان به في كل الكتب السماوية الأحلام أوقات كتير بتيجي تقول لك خلي بالك وبتنزرك يعني ربما من الهلاك يعني ربما إنسان يكون قادم على نهايته أو على خراب شديد أو على مصيبة كبيرة فتقول له خلي بالك في الوقت اللي ما فيش أي حد آخر يستطيع أنه ينبهه من هذا الأمر لأن ما فيش بشر عادي إلا بإذن ربنا أنه هو يعرف الأقدار اللي جاي بكرة فالرؤية هي رسول ومتنبئ ورسالة سماوية عظيمة جدا ممكن تنبئك بشي ما فيش أي حد تاني يستطيع أنه هو يصل إلي أيضا ساعات الرؤية واحد ولا واحدة تعبان ومتدايق ومحتار وداخل في مشكلة كبيرة وحيجيله بقى الضغط والسكر والإنهار العصبي والحاجات اللي احنا بنعرفها كل يوم دي فبتيجي الرؤية خلال النوم تخطب وتقول له أنك أنت الأمر ده هيتحل أو أنك أنت جايلك بشرة أو أن أنت جايلك مال أو أنت جايلك عريس أو أنت جايلك كذا فهي هنا بتصحصحه بدل ما نفسيته تتقفل أكتر ويخش في الجلطات والمساوي وأنت عارفين اللي بيحصل وقت الحزن والكآبة فهي بتخرجه وبتطبطب عليه وبتلم الشعص بتاعه والغبار والدوشة بتاعته وتقول له لا أنت جايلك فيقوم الصبح مستبشر حالته النفسية عالية يعني ما يحتاجش بقى المسكنات والأمور دي فتيجي هنا بتشتغل الرؤية هنا لمبشر في وقت من الأوقات كل الأمور بتكون مقفولة عليه وكل نتائج الفكري بتاعته بتقول أنه هو خلاص بالسلامة رايح فتأت الرؤية هنا علشان تبين لي حلقة من حلقات الفرج اللي ما كانش هو شايفة أو اللي ما حدش غيره شايفة فالرؤية بتعمل هنا بشارة عظيمة للإنسان قد تخرجه من مرض شديد أو من نكسة أو يقوم بأمر ما أو يخرج من عقيدة ما فهنا الرؤية بتحافظ على الإنسان سواء في وقت حزنه وسواء لو هو فرحانه مبسوط وفي إنذار معين بتجيله تقوله خلي بالك هيحصل كذا في دي في مشكلة زي ما جات لي اللي قبل مننا كذلك أوقات الرؤية تنقسم الناس برضو يعني حتى اللي مؤمنين جزء من اللي مؤمنين بالرؤى بيروا إن حديث النفس ملهوش لازمة وده مجرد خرافات في المنام الواحد بيخرف مع نفسه لكن الحقيقة مش كده إحنا لو بصينا لحياتنا دايما تلاقي في جزئية كده جوان إحنا فقدنا كل إنسان دايما بيلاقي إن هو فاقد لنفسه يقول لك أنا مش لاقي نفسي يحب يقول لك أنا نفسي أععد مع نفسي نفسي يعني أخد ودي مع روحي هو ما بيقدرش لإن الحياة السرعة والحياة الرقمية اللي إحنا عايشينها والتكنولوجيا وكده خلت الإنسان يعني مشدود بحبال شمال ويمين مش قادر يقعد مع نفسه حتى عشر دقايق وحتى إن كان فاضي ولا حتى لو جوه سجن تلاقي الأفكار رايحة جاية مش لاقي نفسه فحديث النفس هو الواصلة يعني الأحلام اللي بتحصل لحديث النفس هي إتاحة من عند ربنا إن الإنسان يلتقي بروح وقت المنام فتظهر له بعض الأفكار الإيجابية أو تظهر له بعض السلبيات والأخطاء اللي وقع فيها زمان لإننا ساعت بنقع في أخطاء والدنيا تتلخبط معنا وتبقى ونبقى مش عارفين فبيجي الحديث على العقل الباطن يخاطب العقل الحاضر ويقول له لا إنت عملت كده أو سويت كده هو ما بيقدرش الإنسان بطبيعة حاله ما بيقبلش النصيحة المباشرة يعني أنا لما في أول يعني الواحد لما انشغلت بفكرة تفسير الأحلام كان دايما عندي سؤال مهم جدا يعني ليه الأحلام مرموزة ما تيجي كده على طول يعني يعني ليه الرؤية بتيجي مثلا سنة فيها مثلا جفاف فتيجي في سنبولة يابسة سنة فيها قحت تيجي في معزة أو بقرة أو جموسة برضو هل كانة وضعيفة طب ليه ما تجيش على طول يعني فتيجي لما تيجي تخاطب يعني تيجي تدرس النفسيات بتاعة البشر تلاقي إن الإنسان لا يقبل النصيحة المباشرة يعني لو قلت له هيحصل لك كده تقول هيقول لك أنت كده فبما إن الروح النفسية لا تقبل النصيحة المباشرة ولا تصدق البشر المباشرة يعني بتقول لك أنت لو قابلت واحدة بتقول له أنت هيحصل لك هتلاقي كنس مش هيصدقك يعني هيحتبرها إنها سهلة وبسيطة فربنا سبحانه وتعالى لأنه خالق البشر وخالق أرواحهم أنفسهم يعني حطها مرموزة حتى يستسيق يعني يخلي الإنسان يتفاعل مع رؤيته ويبدأ يفكر دي معناها إيه ودي معناها إيه فمن خلالها ياخدها بجدية أكتر ويديها مساحة من التفكير فيصل إلى المعنى الحقيقي لذلك حتى الرؤية سبحان الله لما بتجينا مرموزة حفاظا على مرحلة التصديق لذلك الأنبياء لأنه هم مع الوحي وفهمين الأمور كويس تجد رؤاهم واضحة في كثير من الأحيان مش في كل الوقت ولكن غالبا ما يرى النبي أو الشخص الطيب جدا أو الصديق أو الناس المقربين إلى الله يرى الرؤية صحيحة لأنه عنده كمية من المصدقين عارب بعض الناس يقولك لا أنا لو شفتها حسدقها لو صحيحة أنت بتقول كده لأن يعني أنت سمعتني بقول كده لكن في الحقيقة ممكن يعني يحصل لك بعض التجزيم كذلك في نقطة تانية أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يخاطب العبد بيحاول يحافظ على فكرة التصديق لأن الرؤية إذا كانت من ربنا عز وجل وإنت كذبتها وإنت اللي شفتها مش أنا أو حد تاني فكأنك بتكذب ربنا كأنك بترد الرؤية على إلهك فلذلك علشان يخفف عن بني آدم يعني مسألة التصديق والتجزيف فجابها برموزة فهمتها وصدقتها أو ما عليكش يعني أنت صحت بيها كذبتها ورمتها ورى ظهرك والتهد بالفوزير وبالكلام من ده وبالحياة وبالمشاغل والمتاعب وبالمادية الزيادة أهو برضو يبقى الرؤية عملت اللي عليها وإنت ما عليكش أوزار لأن في الحقيقة المفروض أن الرؤية عليها حساب وعقاب فلذلك جات مرموزة شوية ليخفف عن الإنسان الحساب بتاعه ولكن ده مش معناه أن إحنا ما نهتم مش برؤية لابد أن إحنا نهتم بالرؤية جدا طيب ده الحديث ده الرؤية الصدقة وده الحديث النفسي طيب إحنا عندنا مشاهد أخرى نراها هي مشاهد مزعجة مفزعة يعني شيطانية زي ما بقوله اللي هو بقولك الرؤية دي من الشيطان هل رؤية الشيطان دي برضو كلها سوء ولا قد يكون فيها بعض المنافع هو في الحقيقة يعني للناس اللي هم بيكذبوا بالديانات وخرجوا شمال شوية حينما يرى مشهد شيطاني ويأزيه الشيطان يفهم أن هناك عالم آخر وفي نفس الوقت أو أوقات الرؤية والكبوس والأشياء اللي زي كده بتخلي الإنسان يراجع نفسه أيها السلام عليكم السلام عليكم السلام رحمة الله وبركاته أيها تفضلي 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 قولي أنا سمعك ألو أنت كده على الهوى تفضلي أنت كده على الهوى تفضلي قولي وقت التلفزيون واسمعينا من التلفون أو حاول تتصل بينا مرة تانية تمام نرجع لفكرة بتيجي بقى الرؤية من الشيطان أوقات الرؤية المفزعة بتخلي بعض الناس تستوقف أوقات أعماله السيئة أو أفكاره السيئة أو تخبيطاته في الحياة بيبقى يعني ملهاش رادع فيتصلط عليه كابوس يعني بعض الناس يجي ويقولك أنا كل يوم بشوف كذا كل يوم بشوف كذا وهي اللي خلى الكابوس ده يتصلط عليك شمع هو يعود يقولك بقى شطان وشطان لكن الشطان حينما يختلط بالإنسان بطريقة يعني متكررة يبقى لازم الإنسان يكون ليه وقفة يعني فتاة الرؤية المفزعة حتى يتوقف الإنسان مع نفسه يعني يفتح عليه لأن الرؤية دي يعني تفتح باب للشطان وانت نايم فيوريك بقى المهالك والخوف والفزع والقلق واستغلك الأحلام الجنسية والأحلام السحر والشعوزة وتبقى انتقلت من عالم إلى عالم آخر كله فاسد طيب ناخد الاتصال ده سلام عليكم أيها محمد قالوا طيب فقدنا الاتصال معلش يمكن فيه مشكلة عندنا في الاتصال ولا شيء تمام ما فيش مشكلة فبتيجي الرؤية المفزعة تخلي الإنسان يقف مع نفسه شوية أيها السلام عليكم أنا سمعي تخلي بالك يا محمد لا في مشكلة لا فيش مشكلة تمام أيها السلام عليكم أنا سمعي تخلي بالك تفضلي سمعني حضرت الشيخ أيها سمعك تفضلي أنا عندي استفسار وعند شلم الله قولي الاستفسار الأول الاستفسار بس الإنسان اللي مصاب هو وصاف قهري كل اللي بيشوفه في المنام ده شيطاني ولا ممكن يكون فيه رؤية معي ممكن ولا كل من الوسواس القهري اللي عنده عسك الوسواس القهري ده بيجي للإنسان على نقطة معينة تقدر تقول لي يعني متوقف معاك في إيه بيخطبك بإيه لا نقصد إن هو اللي عنده وصواس قهري ممكن يشوف رؤية ولا كل اللي بيشوف في المنام دهوتي ومجرد من الوسواس القهري يعني ده اللي عزقها معنا كده وكده ممكن يعني بعض من أحلام يكون صحيحة وممكن ما تكونش يعني حسب الرؤية ما لهاش دعوة بالبناء آدم طب ماشي أنا أختي عندها مصابة وصاف قهري تمام تمام فهي بتشوف أحلام كتيرة في المنام زي فأنا حقول لحضرتك رؤية حلم منهم وإنت حضرتك تشك ماذا كان رؤية بقى ولا حلم شيطاني تمام اتفقنا ماشي هي شافت نفسها من هي راحت بتولدها تمام حضرتك آه قولي تاني كده معلش شافت نفسها ايه هي هي متزوجة تمام شافت نفسها من هي راحت بيتولدها تمام فبتقول لهم هو في ايه بيقول لها أختك أمال رايحة عمرها انت ممكن تروح معها تمام فهي طبعا فجأة الموضوع ده جاه فجأة فهي بتبص حواليها عاد تاخد حاجة معاها ملجبش مصقر أصفر ومصقر في الحبيجة يعني ماشي تمام وحطته في كيش أسوس تمام طيب الانتصال تقطع سمعينا بقى من التلفزيون شكرا لك بالنسبة لفكرة الوسواس القهري لحظة واحدة خليكم معي معلش بالنسبة لفكرة الوسواس القهري الوسواس القهري علاجه أكتر ما يكون في الإنسان نفسه دايما الإنسان تلاقيه دقا على شيء هو في الأصل دقا على شيء تعمق في شيء في فكرة معينة فبدأ الشيطان يدخل له منها أو بدأ الفكر ذات نفسه العقل يعلق فيها فيبدأ الإنسان يحصل ترد الداخلي إليه بحالة من الحالات ما كانش هو يقدر يحدد الحالة دي ويحاربها أو حد جنب منه يقدر واحدة ويخلصوا منها ويبدأ ينبهوا ويجاوب عليه للأسف الشديد ربما لأمر أيها السلام عليكم أيها أستاذة أمل أنا امبرح حلمت إنه بابا متجوز واحدة تانية يعمل ومعه النبات ومعه إيه حلمت إنه بابا متجوز معه وحدة تانية ابني تانية إبني تاني من عموة وحدة تانية يعني حلمت إني والدك متجوز إلا غير غير والدتك أيها ومعه والد منك تمام والدك كويس حاليا تمام إيه والدك حالياً كويس وتمام ولا وان؟ إيه إيه؟ هو حصلت معي حاجة النهاردة بقولين إن هو ده السبب الحلم المنت حلمتين لا هو الحلم ملوش دعوه هو المرأة دنيا يعني للرجل الرجل لما يتجاوز واحدة تانية بدخل دنيا تانية تتغير معها الدنيا للخير للغير الخير يعني هو فاهماني؟ ولكن هي غالباً بتكون رؤية كويسة يعني ربما اللي حصل معي النهاردة ده هيعد على خير ورؤية لسه ما تحققتش أصلاً يعني فاهماني؟ لكن الزواج للرجل هو دنيا المرأة للرجل لأنها المرأة مكملة للرجل سيدنا آدم عليه السلام تخلق وبعد كده ربنا تمم هذه الخليقة بسيدة حاوة فهي متممة إليه يعني والرجل والمرأة ينجيبه اتنين النساء ما ينجيبوش اتنين الرجال ما ينجيبوش فهي متممة لي وهي تمام الأمور فاللي شوف إذا رأت المرأة أنها تزوجت أو رأى الرجل أنه هو تزوج بمرأة وكان الشكل كويس والمرأة طيبة ما كانش فيها نعة سيئ فتكون الرؤية مبشرة وطيبة وكلها رزق وخير ودنيا جديدة عليه طيبة إذا كانت المرأة طيبة أما إذا شاف أنه تجاوز واحدة مثلاً سيئة أو صفاتها وحشة أو عجوء مثلاً يعني غير مؤهلة للزواج فتبقى دنيا سيئة قادمة عليه لكن مين؟ آه فاطمة سلام عليكم عليكم السلام إزاي حضرتك؟ أهلاً بيكي تفضلي أنا سمعك تفضلي أنت على الهوى أنا عايزة عرف استفسار من حضرتك تفضلي دلوقتي هو تفسير الأحلام تفسير الأحلام دي بتبقى ده علم ولا ده حاجة موهبة من عند ربنا؟ عجبني والله السؤال ده خليك معايا بقى خلينا الأول نشوف كلمة علم العلم هي معرفة حقائق الأشياء والوقوف على مبادئها الأولى زي علم المادة مثلاً من نحاس والألمونيا والكلام من ده دي اسمها علوم في الجانب الآخر في حاجة اسمها مواهب المواهب دي بتكون هي مش مكتسبة من مدرسة أو من معلم ولكن هي بعض الناس مذهبهم بتذهب إليها زي موهبة الغناء موهبة الكورة احتراف شيء معين أنه هو بيكون متين بالأمر ده وبيبدأ يعني يتناوله كتير في أفكاره وفي أعماله وفي كده في بيبدأ يكتسب صفة من صفات هذا الأمر دي اسمها المواهبة فهي لو كانت علم هي مش علم والدليل ما عندناش أي مدارس دلوقتي بتدرس الأمر ده أما إن كانت هي تطمون؟ طيب لكن هي ملهاش دعوة بالعلم وملهاش دعوة بحكاية برضو يعني إحنا من الجزء اللي الواحد بيحاول يدوين إن دايماً بيربطوا تفسير الأحلام بمشايخ والشيوخ ما حصلش الكلام ده يعني حتى الأئمة الأربعة والجاية يعني الإمام ملك في مرة أبو حيثة على ما أتذكر سوء قال له مسأله أهل الرؤى سيدنا عمر بن الخطاب الرجل اللي كان يحكم المؤمنين كلهم شاف رؤية وفسرتها له واحدة يعني خبيرة في الأحلام الناس بتقول عنها إن هي كويسة في التفسير وقالتنا هيخرج يعني حاكم عادل من صلبك وكده فهنا لما نشوف القصص القديمة نرى إن حتى يعني أهل الدين وكده مش كلهم كانوا مختصين بفكرة التفسير وفرعون مين فسر له وهلو فسروا له الكهنة فهو يعني هو خط ربنا بيحافظ عليه وبيخرج كل شوية اللي بيتحدثه فيه سواء أصاب أو أخطأ بفن من فنون الحياة ربنا محافظ عليه وزي ما احنا أنا لسه كنت من خلال زي بشرح الحتة دي بقول هو جي ليه مرموز علشان يخفف المسئولية على الإنسان لأنه لو جاي واضح أصبح تفسارة من ربنا الكفر بها كفر والإيمان بها إيمان تمام فهو ما هوش علم والدليل ما فيش جامعة بتدرسه ياريت نقدر نفتح مدرسة لتفسير الأحلام بس ما ما يصحش لأن هو يعني مختلف عليه الأمر يعني احنا لو في مفسر تاني معنا أو مفسرة لو جبنا خمس أنفار قاعدوا على الترابيزة دي وتناول رؤية كل واحد هيروح لمذهب من المذاهب ليه متفضل هو يعني ممكن أنا أفسر حلم النفسي على حسب أحوالي اللي هي بتحصل معي اليومية ده أفضل شيء يعني أنا حتى أنا دايما من خلال الحلقات أو على السوشيال أو غيره بقول المفروض أن الإنسان يتسقف في مجال تفسير الأحلام ويفسر لنفسه ودايما بقول أن المفاسر هو مجرد مترجم يعني أنا بترجم معاك جواب مش مفهوم بس فقط لكن لا هو شيء من الولاء ولا هو شيء يعني يعني هو موهبة وفن تمام شكرا شكرا لك يا فاطمة احنا نرجع للسؤال الأولاني اللي هو فكرة الوسواس القاهري اللي هي الأخت اللي تكلمت في أول الحلقة زي ما قلنا الوسواس ما هواش مرتبط برضو أيضا بالأحلام قد تكون الرؤية صحيحة وقد تكون مش صحيحة يعني حاول ما تخليش مشاكلك الشخصية ومتعبك وكلام من ده تحكم على أحلامك بالعكس لازم تركز في الرؤية كويس قد تكون طيبة قد تكون مش طيبة هو هنا عشر لها بنقطتين كويسين قال لها أن أختك طلع عمره طلعي معاها وهو عزو الله يعني فكري زي ما بتفكر أختك يعني خذ بنصايح الآخرين للإخوة لأن دايما برضو اللي عنده وسواس قاهري أو وسواس زي ما بيقولوا ما بياخدش بنصايح الآخرين أيوة محمد من الوصر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا اللي قلت ما حضرتك والخط جدع والله معنا أنا كنت بتكلم دلوقتي أنا كنت بتكلم دلوقتي أقولي حضرت أختي شاهدت بيها راحت بيت والدها فليجي تقول لهم هو إيه فيه بيقول لها أختي كمان راحت عمره ممكن تروح نعاها هو هنا بيشير إليها أنها تسمع كلام إخواتها أختها دي بالذات أو الآخرين في النصيحة في مشكلة الوسواس يعني هي زي ما بيقولوا هي لو حاولت تغير أفكار حتى على أفكار اللي جنب منها هي حتخرج منه الوسواس ما هواش حاجة صعبة عشان تبعي عارفها الوسواس عامل زي صدى الصوت ولكن بيتكرر جوه البني آدم يعني أنا بعض الناس بيشكول يتوضى ويرجع يتوضى تاني ويرجع يتوضى تاني أو بيخسل كوباية فيخسلها خمسين مرة يعني كل واحد بيجي له مثلا وسواس في النظافة وممكن يجي له وسواس أن فلان ده بيحسده أو فلان وفلان بيحسده فتلاقيه دايما بيخاف منهم ويقلب منهم ولو حصلت له حاجة يقول لك هما دول السبب يعني وساعات يجي وسواس للأسف الشديد في العقيدة يبقى بيصلي وتلاقي فيه كفر بيتنطق معاه في الصلاة وتلاقي مخه شغال على طول 24 ساعة زي صدى الصوت هو دا الحالة دي علاجها بسيط جدا إن الإنسان يحاول يعني مد أول شيء ما يخد شوية دي مع أفكاره ثانيا إن هو يقلد الآخرين يعني هي دي مسألة التقليد جات للحتة دي يقلد اللي جنب منه كان عنده أخ أو أخت يعني هو غسل كوباية مرة فيخسلها كمان مرة ويكتفي مثلا في الوضوء هو توضى مرة خلاص يكتفي وخلاص يصال على طول ما يعدش الوضوء خمسين مرة مرة في مرة التقليد هيخرجه من فكرة الوضوء خالص وتنتهي وتبقى شيء بسيط وأنا ناس كتير كانت متابعة معي الفترات كان عندها نفس المشكلة وخرجت منها خالص بالزاد مشاكل النظافة وعادة الوضوء وعادة الغسل خمسين مرة أنا في مرة يعني حد وكنت برا في فرنسا قابلت حد يعني هناك وكانت بشكلي من مشكلة لدرجة ان هو لما ينزل الماركت يعني بيتسوق وهو راجع يقلع الجزم والشراب بالهدوم الخارجي ويرميها على الباب وما يدخلش بيها جوه شقة خوفا من المكربات طبعا الكلام ده حاصل يعني الناس اللي معاه في البيت يعني أهله بدأوا يعني يتعاركوا معاه انه هو بدأ يعمل تكلفة عالية يعني كل ما يخرج برا يرمي الهدوم ويعني كانت كان الأمر متفاقن معال درجة كبيرة جدا وطبعا يعني أنا عزره كالترخيره لأنه هو يعتبر يعني زي مرض شديد عند الإنسان أي السلام عليكم استاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك ربنا بارك في عمرك كل سنة وانت طيب وانت طيب أتفضل يا فندي أقول لك الله كان نفس أسألك سؤال بس كده بسيط أتفضل وعضرتك أنا لما بنام يعني ما بأحلامش أو ببطعم النوم أبقاش فاكر أي حاجة آه دي يعني ناس كتير بتسأل نفس السؤال ده هو الأحلام في الأول والآخر هو رزق يعني باب من أبواب الرزق يعني زي المال والصحة والحب والكره يعني رزق باب من الأبواب ببعض الناس بيغلق عنه ما يفتحش غير بالدعاء بأنك أنت تطلب من ربنا أنه هو يفتح ليك الباب ده وقد يكون يعني أنه مقفول هو خير ليك تمام؟ ما هو أنا حضرتك أنا لما بنام بحس اللي أنا بدكل يعني دنيا تاني كده وأحداث وبالفياس أنا بأبقاش فاكر أي حاجة حقيقة هو عمتا الروح لما بتنفصل يعني الروح لما بتنفصل في المنام يعني الإنسان لما بينام النفس بتنفصل شوية بتهدى بتزبح الله أعلم في مجالها اللي ربنا خلقه ترى مشاهد تشوف مشاهد كتير فيه نفس تتذكر فيه العقل الحقيقي بتاع الجسد بيبقى مع الروح أو مع النفس فبيبدأ يسجل اللي شافه وفيه في نفس الوقت برضو حد تاني ما بيسجلش والتنين برضو كلهم بأمر ربنا يعني لأن حكاية الرؤى بالأحلام دي بالذات يعني فيها أصلها يعني بتدخل إليها نفسه وعاوز يرسل البناء ده مشيئة وعاوز يقطعوا عنه خالص فزا انت بتشوف المشاهد اللي انت بتشوفها دي الروح والنفس في وقت النوم بتسبح فبتشوف بعض المشاهد لكن العقل ما بيرتبش يعني ما بيسجلش المشاهد ده لو احنا تكلمنا يعني فندناها عقليا كده أما نقدر نقول هي اتقطعت ليه أو جات لي غيرنا ليه دارز باب من الأبواب تنبيه أراد ربنا ينبه بني آدم أو يخطبه أو لا معايا استاذ محمد تمام شكرا لكم بالنسبة للأخت دي اللي هي نرجع برضه للنقطة دي معلش حق يمكن ما سمعتش الجواب زي ما قالها في الرؤية يعني الرؤية خطبتها قالت لها أختك طلع عمر طلعي معاها بدأت توجهها لأختها هي يعني تحاول على قد ما تقدر انها تعمل زي أختها وزي الآخرين بالتقليد هتخرج من المشكلة دي تمامي واحنا هنا تكلمنا في أول الحلقة عن أهمية الأحلام في حياة الإنسان ويمكن احنا بنشوف هو بعض الناس ما بتحلمش وببقى يمكن هو متأثر بهذا الأمر نفسي شوف رؤية طيبة ولو حتى الظهر نفسي شوفوا المستقبل لأن الأحلام هي شاشة المستقبل ولذلك كل العظماء يهتموا بالأحلام كل الناس العظيمة والمتطلعين للمستقبل بيهتموا برؤياهم طيب معنا اتصال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ ساجدة تفضلي أهلا بيكي كل سلام طيبة كوابيس 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 اه زي ايه يعني انت اقدرت الشهادين يعني ما شفت شفت الليلة بتاعبان كده بموض معلش الصوت الصوت والصوت يمكن صوت السماعة عندي وقت ما عرفش اللي الصوت عندي الصوت أعلي صوتك شوية عربي عربي التلفون اوه زي الفل زي الفل اتفضل ادفح ايه كوابيس ايه ادفح اه اتلوا اتلوا بإيه؟ قولي تاني معلش أنا وجودي أنا وجودي هو وصك القتل ده بيشير للكلام كتير عشان تبع عارفها يعني يعني الإنسان لو عنده كلام كتير والحكاية وإنت واللي جارة وإنت يعني صراع في الواقع فيتحول لكوابيست بصراع في المناة لو هدينا الصراع في الواقع أن نتروح لكوابيست دي يعني عارف إحنا هنحملها للشيطان والسحر والشعوازة وكده لكن يعني القتل بالذات القتل والموت والكلام من ده بدهوا بقى من عمل البنيات أنا جيت في المرة حلمت إن أنا رحلت ياخد شخص حامد أو أول شخص حلمي يعني كنت راح أدن المغرب وكان حلمي برضو كان المغرب جدا فقلقيت الشيخ حامد لما قرأ علي حساتني جيت من نفض وجيت جيت رسلت الوالدة حساتني أنا بتخنق بس الحمد لله أنا برضو كانت ده مين ده ما سمعتش أنت سمعت وقل لي كده بقول لأسه خليكي معايا هو بيكلمني هي سمعت أنت قالت إيه؟ أنا جالك أبس مرة إن أنا راح أكتخذ من الشيخ ناصر ممشي؟ تمام أنا متبكي فلا أكتش فلا أكتش الشيخ ناصر دلقيت واحدة لون الشيخ الحالي تمام فما قرأ علي حساتني جيت جيت متنفض مهزز يعني ده في المنام أم في الحقيقة؟ في المنام في النوم طيب معلش هو المكالمة مش مزبوطة او انا باس معجوز من الكلام والجوز التاني ما بسمعوش فيه يعني مش عاوز اقولك انا لا اللي فهمت ان كنت شفت في المنام كنت رحل شخص وبعد كده اتغير الشخص مش هو عابلت الشخص تاني شيخ او كده تقريبا ارى عليك ولما ارى عليك تعبتي وكده واتغيرتي وما كنتش مرتاح وحسيتي ان نفسيتك ديقة ده اللي انا فهمت ومزبوط كده صح كده برضو ده ما يدل يعني عايزين اقولكو يعني هو ده من اكبر الاخطاء اللي بتخلي الانسان يشك انه عنده سحر ومس وحاجة وحد عمله وحد مسوي له بعض الاحلام دي يعني الرؤية اللي انتو شفتها دي ما لهاش اي دليل لحد عاملك سحر او لا يعني السحر ما يجيش بالطريقة دي يعني انا عاوز اقولكو بس ما مش علشان بس اللي بيشك انه عنده سحر ما يحلمش زي اللي انا هقوله فانشوفت اللي انا بقوله لك دلوقت اعتبر انه حديث نفسي لو بني ادم مسحور ممكن يشوف قطع طريق انه هو ماشي في طريق وحد قطع الطريق عليه او ممكن يشوف ان حد رماه في بير زقه في بير ولا شي او ممكن يشوف انه هو انه هو كان ماشي في طريق يعني عام وكده بعد كده بص نفسه لقى نفسه في صحر ومش عارف يرجع على شمال ولا يمين ولا كده دي كلها تشير الى تغيير حالة الانسان ان السحر هو بيغير حالة الانسان يعني السحر ملوش دعوة بالمشاكل اللي بين الرجل والمرأة عشان تبقى عارفين النقطة دي كويسة فيه اه جزء منها بالسحر وده بسيط ولكن اغلب المشاكل قد تكون من شخصين يفضلوا يتعاركوا مع بعض وبعض شوية من كتر الكلام وهو يقول بقى كلام يغزه وهي تقول كلام تغيزه فتنسى ان هي اللي افتعلت المشكلة او هو ينسى ان افتعل المشكلة ويبدأ يقولك ايه اللي بيحصل ده ويمكن حد سحرنا ويمكن واحدة سحراء والحكايات اللي احنا بنسمعها ولكن لو راجعت نفسها تجد الايات القرية بتقولك برضو ان يريد اصلاح اصلاحا يوفق الله بينهما يعني لو هم سابوا حكاية الشعوازة والسحر وحطوها في عب حد تاني على رأيه الجماعة بلدياتنا هيقدروا يحل المشكلة لو قدروا ان هم يسمعوا لصوتهم شوية لو قدروا ان كل واحد يرمى على نفسه بعض الاخطاء لان احنا مشكلتنا وده يقولك انت وهي تقوله انت طيب ناخد الاستاذة ايه الاول ايه السلام عليكم وعليكم السلام وانطلوبك اهلا اهلا حضرتك ايه اتفضلي اهلا كمسان طيب اهلا عندي حلم محتاجة اعرف تفسير اهلا اتفضلي اقول اتفضلي حلقت بقضية الله يرحمه ان انا وهو طايرين هو اخذني زي تحت داعه كده وطايرين وانا شايفها فيها رملة ولقيت نفسي طايرة فوق مكان زي الاهرامات بالزبط وبقيت حس وانا طايرة مع ابوية واخذني تحت جراءه في الحلم وبقوله احنا كده احنا زي ما بنخبطش فوق الهرام ده احنا طايرين فوقيه ورحوا اخذني وقفنا كده برضو احنا طايرين في السماء وبقى يوريني اهرام وراهرام وراهرام وحتى ما شفت قاية اهرامات من مكاني انا وانا طايرين في السماء تبدو انت شغال ايه ولا اه مش باستغل حالتك الصحيك وإيه سا لا طمان الحمد لله طيب هو انا اقولك على حاجة هو الطيران عشان تبعارفوا عليه وشاء وكن ان هو يعني وصلت في مكان فيه سياحة ويعني الاهرامات مكان للنزهة وللتطلع والافكار والكلام من ده يععل وشأنك فيما بعد فاهمتيني رؤية حلوة وطيبة وحياتك تصفى يعني لان السياح بتبقى دي احلى ايام امرهم يعني يفضل شغال ومدووش بالحياة وياخد له شهرين سياحة فا يصف النفس ويصف الشوائب وكلام من ده يكون ان هو اخدك في مكان للسياحة والخير فانت يعلو شأنك وتصفى امورك فيما بعد دونيتك تبقى حلوة والله ان شاء الله شكرا لك تمام نرجع للاخت اللي فاتت دي احنا مش عاوزين اهو ده المشكلة اللي احنا بنحاول نعالجها مش عاوزين نصنع من الاحلام يعني ايمان لبعض شكوكنا وظنوننا يعني هي في دماغها انها شافت واحد ارى عليها قرآن وتعبت ومش عارف ايه عاوز اقول لك يعني ان حكاية ان تقرأ قرآن على واحد ويخبط وكده دي تبقى مشكلة فيه هو مش 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 في كل الاوقات بيكون سحر يعني وان السحر مش شرط انك تقرأ على بن قادم ويتخبط ويقول ايه ومش هطلع منها ويجي الراجل يقول له طب اطلع من صباحها الصغير ده على اساس يعني ان هو يعني قد ناملك كده يعني طيب ناخد الاتصال ده سلام عليكم عليكم سلام عليكم اهلا بيكي ازاي حباتك الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك فيك كل سنة طيبة طيب بص بحضرتك انا عندي حلم انا حلمت كده من يومين ان انا في مكان وفيه شجرة نبأ وانا معايا اه خلات كتير وقاعدين بنتلافى النبأ من الشجرة كتير اقوم شكل حلوة خالص يعني حلمت دي مكرر برضو الرؤية دي انت حالتك الاجتماعية مش المادية الاجتماعية نعم حالتك الاجتماعية ايه مش المادية الاجتماعية المتزوجة ولا انيسة نعم نسا اه عندك كم سنة؟ عندي 18 حلوة الرؤية دي والله انت اسمك ايه؟ انا اسم فاطمة حلوة الرؤية دي يا فاطمة والله حلوة جميلة جدا هو دايما يعني اطفل فواكه تشير للمتعة الحياة ان الانسان يحصل متعة من المتعة الحياة والنبأ بالذات ساعات يجي بالحمل ويجي بالجواز وبيجي بالفرحة يعني النبأ بالذات من الرموز متعددة البشريات فاذا عشان كده انا سألتك متزوجة ولا عزباء ولا غير يعني ان كان بنت فهي مقبلة على فرحة صارة يعني وكان معها خلاتها ومعها الاخرين يجتمع فرح وحاجة حلوة ومناسبة طيبة يجتمع الاخرين فيها كانت متزوجة وشانفت برضو حلم النبأ النبأ برضو ايضا يشير للحمل والمناسبات الطيبة ككل ومش النبأ بس الفواكه عمتا الفراولة والتفاح والمانجو كل دي رموز طيبة ومبشرة تأتي للناس يعني تقوله جايلك الخير من سبع ابواب شكرا لك نرجع للاخت برضو اللي هي بتاعة رؤية الشيخ اللي بيقرأ عليها وبيتعب انا عاوز اقولكو يعني مسألة ان هو يتعب ويرتعش والكلام من ده ده مش شرط يعني هو 90% منه مش حقيقي يعني وفك السحر مش شرط ان المسحور يقرأ عليه وروح مخبط في مش شرط كل ده كلام يعني مأفورينه شوية واكتره وخدعه وكذبه ونفاق للأسف الشديد ده من قديه تمام كله نفاق وكذبه ودجل يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد ده الشيطان كان ضعيف يعني كان ضعيف ما هواش حاجة ضخمة زي ما الناس متصورة لو انت عندك مشكلة في الحكاية دي انت تقدر ترق نفسك بنفسك تقدر تعالج نفسك تقدر يعني تشوف حلول صحيحة بدون ما تروح لحد تاني ويعمل لك مشكلة وياخدك شمال ومين فيضيع لك افكارك ويشتت لك افكارك ويقول لك ده دي سحارتك ودي اللي عملتك ودي اللي عملتك ودي اللي سوالك وتخرج لخبط لك كل افكارك لو حاسس بشيء من الامر اقل رقية في القرآن اقل دعاء ترفع قديك للسماء الشيء ليزيل حاجات كتير من هذه الامور اما بالنسبة للمشاكل الزوجية غالبا ما يكون المشكلة عند الزوجين يقدروا ان هم يعودوا مع بعض يسمعوا صوت بعض يحاولوا يبعدوا عن فكرة انت عملت وانا عملت ساعتها تتحل الامور الرؤية دايما بتيجي بحلول في هذا الامر شكرا لكم كل سنة وانتوا طيبين اتمنى اكون افتتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة